بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فشعب مصر العظيم لقد دعان الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إلى الاجتماع والتكاتف والتعاون والاعتصام بحبل الله تعالى من أجل تحقيق الأهداف السامية ومن أهمها وأولاها حماية الأديان وصيانة الأوطان واستقرار المجتمعات قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس وأمرنا سبحانه وتعالى بالثبات في مواجهة الأخطار والتحديات فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين شعب مصر العظيم كلنا يدرك تمام الإدراك تلك التحديات الراهنة التي يواجهها وطننا الغالي مصر في الداخل والخارج بهدف محاولة إضعافه وإعاقة مسيرته نحو التقدم والرخاء والرقي والتنمية ومن أجل حرمان شعب مصر العظيم من تحقيق الأمن والأمان وهذه التحديات وهذه المخاطر تتحطم جميعها على صخرة إرادة الشعب المصري العظيم الذي لم يخذ الوطنه في أي معركة من معاركه ولا في أي أزمة من أزماته كما يشهد التاريخ والواقع بذلك وقبل ذلك كله بعون الله تعالى وتوفيقه وحفظه الجميل لمصر التي هي كنانة الله في أرضه من أجل ذلك فإننا نهيب بشعب مصر العظيم أن يقف بلا خوف أو خجل في الصف الأول من صفوف حماية الوطن والدفاع عن أمنه وسلامته فإن من يقف على الحياد من قضايا وطنه في أوقات التحديات والأزمات لا يستحق شرف الانتماء لهذا الوطن فلا حياد في القضايا الوطنية وثوابت الأمن القومي المصري وإننا إذ نؤكد على فرضية ووجوب الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الوطنية وجوبا شرعيا لا مرية فيه ولا خلاف عليه نشدد كذلك على أن من يعمل على شق الصف أو إضعاف الجبهة الوطنية فهو خائن لدينه ووطنه وإن من أوجب واجبات هذه المرحلة ألا ننجر خلف الشائعات التي يطلقها خوانة الأوطان ومدعو التدين والوطنية فإن من يتهاون في هذا الجانب سوى بنشر الشائعات أو تصديقها دون تثبت يقع في الإثم الشرعي لأنه بذلك ينقض مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ العباد والبلاد علينا جميعا أن ندرك عدالة قضيتنا وأحقية موقفنا فمصر لديها جيش رشيد لم ولن يعتدي على أحد لكن مصر وقواتها المسلحة قادرة قادرة بعون الله تعالى على ردع كل يد آثمة تمتد لتهدد أمنها وسلامتها علينا أن نقف بكل قوة وصلابة خلف مؤسسات الوطن وقياداته الذين أناط الله سبحانه وتعالى بهم زمام الأمور في هذه المرحلة الفارقة ممتثلين أمر الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أزاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أول الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم نصر الله مصر وشعبها وقائدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر